اهلا بكم ملا موجزي اخبار الان قتل 11 شخصا على الاقل وصيب 26 اخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة كانت مركون قرب سوق بيع الخضار الرئيس في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر الشرقي بغداد وذلك بحسب ما افادت مصادر ومنية وطبية مشيرة الى وجود عدد من افراد الامن بين القتلى والجرحى دون الاشارة لتفاصيل اكثر في تغريدات له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعا وزير الدولة وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية دكتور انور جرقاش الى ضرورة حال الازمة في اليمن مشيرا الى ان التقارير من صنعاء تنبئ بانفجار خطير في العلاقة بين حزب المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي وتابع جرقاش في تغريداته ان الحوثي هو العقبة امام الحل السياسي والمبادرات الانسانية وان التحالف يسعى لانهاء الازمة في اسرع وقته دعت منظمة انقذ الاطفال الى توفير دعم نفسي لاطفال الرقة الذين روعهم هول ما عاشوا في ظل احتلال داعش وخلال العملية العسكرية المتواصلة لطرد ارهابيه من المدينة السورية اكدت مسؤولة الملف السوري في المنظمة ان جيلا كاملا من الاطفال معرض لمعاناة لمدى الحياة اذا لم يتوفر له الدعم النفسي توقع الدراسة سعودية حديثة ان تتجاوز عائدات الحاج لهذا العام حاجز الستة عشر مليار ريال او ما يعادل اكثر من اربعة مليارات دولار واشارت الدراسة الى ارتفاع معدل انفاق الحدياج اذ تستحوذ الهدايا وحدها على نحو اربعة عشر في المئة من مجمل الانفاق وذلك بحسب الدراسة التي حملت عنوان واقع اقتصاديات الحاج والعمرة تعتزم الاحزاب الانفصالية الكتالونية التي تحظى باغلبية المقاعد في برلمان اقليم كتالونيا شمال شرق اسبانيا لتقديم مشروع قانون من شأنه تنظيم الخطوات نحو استقلال الاقليم عن اسبانيا واعلن اتلاف معا من اجل نعم الذي يحكم كتالونيا وحزب ترشيح الوحدة الشعبية الاستقلالي دعم للحكومة في البرلمان الاقليمي تقديم مشروع يطلق عليه قانون الانتقالية الوطنية اعلنت الحكومة الهندية انها اتفقت مع نظيرتها الصينية على سحب قواتهما من مناطق المواجهة في جبال الهملايا حيث تلتقي الصين والهند وبوتان في اشارة الى بوادر حل الازمة الدائرة منذ اسابيع قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية ان الهند والصين اجرت مباحثات دبلوماسية حول الوضع في هضبة دوكلام في جبال الهملايا الشرقية نهاية الموجز اشكركم تيبا المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة